العالم عدى 8 مليار بني آدم العالم بيحتفل باليوم العالمي للسكان فعالية سنوية هدفها نشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان ويمكن أهم قضية بتشغل مصر حالياً في الوقت الحالي هي قضية الزيادة السكانية اللي بنحاول فيها ننشر الوعي عشان نحرز تقدم في عملية البناء والتنمية ويمكن زي ما اتكلمت محضراتكم في بداية كلامي أن العالم النهاردة تخطى 8 مليار بني آدم هل الأرض هتتحمل أكتر من كده؟ أسئلة كثيرة جداً بالذات أن احنا عندنا موارد قليلة على وجه الأرض ما تسعش كل العدد ده من البني آدمين يعني للأسف يا مصطفى يمكن زي من قضايا اللي مش بس مصر بتعاني منها لكن خاني أقول أن العالم كله النهاردة بقى بيعاني منها داخلياً بقى مصر يعني إحنا تربينا أنا وانت على إعلانات تنظيم الأسرة صح الدولة يعني بحى صوتها من القصة دي أنا النهاردة بعمل ميزانية الدولة على مدارس ومستشفيات مثلاً على 100 مليون هوبا بورش 500 وخمسة 110 نهاردة 114 مليون احنا بنعمل مليون كل سنة احنا دولة عظيمة يعني يعني في الزيادة السكانية معداد الزيادة السكانية عندنا احنا بنعمل مليون تقريباً أو مليون وشوية كل سنة فيه ناس بتقول مليون كل 8 شهور لما نصل 114 مليون احنا انا فاكر ان من كم سنة يعني قولنا ان احنا تخطينا المئة مليون فاحنا بنتكلم يا جماعة عن قضية مهمة جداً بس مش في الداخل المصري في التوعية العامة بهذا الأمر لو نتكلم عن اليوم العلامي للسكان بنحتفل بهذا اليوم وبنبرز المشاكل الخاصة به وايضاً بنبرز الإيجابيات الخاصة بالسكان رحبا معنا بضفتنا النهاردة في السوديو دكتورة نيفين عباد دكتورة نيفين هي مقاررة لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني منورنا في السوديو صباح الخير يا مساء أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يومكم سعيد من لكم كانت أجازة سعيدة الحمد لله أنت هتقول لنا بقى لو هي أجازة أجازة زيتنا مليون ولا عملنا إيه في الأجازة نحن نزيد كل قد إيه فعلاً مصطفى يمكن قال كلمة حلوة قوي أنه أنت فعلاً بتبني مستشفات بتبني بنية تحتية الأساس عدد معين عشان كده حتى يمكن توسعنا في المدن يعني أنه خلاص ما بقاش في مكان لنا بداخل القاهرة النهارة ده إحنا بقينا كم مليون وإحنا بنتكلم لو قلنا حريك قلت أي كان الرقم اللي هتقولي ده المتوجدين بداخل جمهورية مصر العربية بدون ضيوفنا المشرفيننا في مصر بدون المصريين الموجودين بالخارج عددنا كامل نهاردة يعني إحنا لتعداد زيادة السكانية على الجهاز المركزي للإحصاف صلاح سالم متمشي بالعربية وبيعد عليك تجاوز المية واربعتاشر بحاجة مصرية فإحنا مية واربعتاشر ده جوة مصر يعني ما تكلمش عن مصريين بيحسب بموجب شهادات الميلاد والناس اللي تسجلت خلوا بالكم كمان فيه ممكن تكون فيه أطفال ما بتتسجلش يعني حالات الزواج المبكر دي مش بالضرورة تكون بتقدر تسجل أطفالها كمان لكن إنهاء ويعني إجمالا إحنا نتعامل معانين عندنا القتلة البشرية دي أنا عارف مية وخمسة مليون من الناس بيقولوا مية واربعتاشر زي مية واربعتاشر في الداخل يا دكتورة وقدر رقم واحدة ولا داخل والخارج لا المفروض أن دي معلومات داد داخل إن إحنا دخلنا لهذه الأرقام مية واربعتاشر مواطن عايزين يتعلمهم مية وخمسة مليون بيقولوا جوجل آية مية وخمسة مليون جوجل معلوماتنا يعني معهدها مرتبط طبعا بما يقولوا الجهاز المكتب بس عمتا اللي أنا عايز أقوله الخطير أو اللي يلفت نظرنا إيه متوسط الإنجاب للأسر ما بين المدينة والريف إحنا محققين في المدينة حوالي 2.8 كعدد إنجاب أو قصوبة موجودة في الأسرة في المدينة يعني تقريبا إحنا بنجيب في المدينة من 2 لـ 3 أولاد في الريف ممكن توصل لـ 3.5 يعني بتدخل من 3 لـ 4 أو 5 أولاد وهي دي الإشكالية اللي ممكن نكون محتاجين نشتغل عليها أكتر إن إحنا نشتغل أكتر على المناطق اللي بتزداد فيها مرات لإنجاب طيب إحنا بس عشان جيبنا الرقم الصحيح مية وخمسة مليون كم مية وخمسة مليون مية وستين ألف مية وثمانين مواطن مصري ده في الداخل المصري بيأكلوا بيسرابوا بيتعلموا يمكن مية واربعة أخر ده بالمصريين اللي في الخارج كميل يا حضرتك الصدالي فإحنا عايزين نشتغل على الفئات اللي بتكسر حوالي 3.5 دول اللي هو بيجيبوا 3 أطفال أو 4 من 3 إلى أزيد من 3 دول ما هي المشكلة إن اللي بيلتهم الدعم هم الفئة اللي أو أكثر فقرا لأنه هو بيحتاج أي دي علي يعني أنا بشوف إنه هو بالنسبة له الطفل مش قصة أنا النهاردة لما بأخلف طفل في العاصمة أو في المدن الكبرى بعمل حساب تعليمه وأكله وشروعه عبقى بيبقى عبقى الأسرة طبعا إنما هو بالنسبة له مصدر داخل أيما هي دي الفكرة اللي إحنا عمالين ندفع بيها بقى طول لقشاتنا في السكان أثناء هتقنعيه إزاي معلش إحنا يعني عملنا حمالات في التلفزيون هو طول ما هو أنت عندك ارتفاع في معدلات الفقر طول ما هو يفكر بالطريقة دي لأن زي ما حضرتك بتقول هو بيشوف إن ده مصدر داخل إحنا محتاجين نشتغل على شوية حاجات بشكل متوازي أولا أنت محتاج على تشتغل على برامج تنظيم الأسرة أحسن من كده بكتير لأن أوريدي مصر عندها سجل لقدر تراجع في معدلات الزيادة يعني في التسعينات كده هو أنت كنت محقق تراجع في معدلات الزيادة أحسن من كده من الوضع الحال وده لأن كان عندك فلسفة ومنهجية وطريقة أداء في وسائل تنظيم الأسرة للي حضرتك تربيت عليها في الإعلانات في وزارة الصحة أفضل بكتير من الحالة الحالية اللي شغالين فيها على يعني هو الإعلام بتاع الرجل بيشبس بكلمة يعني النهاردة لقى الدولة الصحة عاملة مجودة كبيرة رايحة لغاية الأقاليم كان عندك حاجات كتيرة أويكم أولا كان عندك المؤتمر الدولي للقاهرة والسكان ده كان حوالي 94 وكانت أول مرة يعني يتكلموا فيها عن قضايا الصحة الإنجابية المسكوطة عنها خلاص وبالتالي ابتدت مصر تهتم بقضية السكان وتعامل يعني ابتدأ يتم تفعيل المجلس القومي للسكان وكان بياتبع رئاسة الجمهورية وساعيتها طلعت حتى مش بقى الراجل بكلمة بالراجل بالكلمة التي تعتبر حديثة الإعلانات بتاعت مثلا كريمة مختار الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة كان مهر مهران وزير السكان أول والسحة كان بيطلع كل يوم جمعة حوالي ربع ساعة للساعة يتكلم عن وسائل تنظيم الأسرة بشكل مفتوح وتقدمي جدا علشان يقدم إيه الأشكال اللي ممكن تنفع القصة كانتش إعلام بس القصة كمان كان فيه شغل أكتر وأكتر للمنظمات الأهلية واكتهدات الدولة في الشغل مع الأرياف وإلى آخر برضو العيادات والوحدات الصحية المركزية كانت حالتها أحسن من الحالة الحالية إزاي وإحنا بنتكلم في مشروع زي 100 مليون صحة أو مشاريع بتجوب المحافظات ده إحنا دعم جهود وزارة الصحة النهاردة أضعاف ما كان بقبل كده منعرفة أنت ممكن تكون بتشتغل على قضايا الصحية لكن مش بالضرورة تكون بتشتغل بنفس الهمة على تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة أستاذ مشكلته كبيرة أولا مش كل الستات بينفحها كل وسائل تنظيم الأسرة اتنين عندك دراسة من مزارة الصحة بتقولك أن الستات بتهجر وسائل الأسرة خلال أول سنة من استخدامها وده معناه أني عندها مشكلة فينها تقدر تستدام على الوسيلة لازم نعرف ليه ده بيحصل عند جهاز المركزي للتعباء والإحسن طلع لك رقمين مهمين لو حطيتهم أولويات لشغلك ممكن تأثر في الزيادة السكاني الحاجة الغير ملببة بتوصل لحوالي 14% يعني عايزين يبقى يوصلوا الوسيلة التنظيم ومش قادرين ومش عارفين عندك حال نسبة من الحمل غير المرغوفية يعني اللي هي العيال اللي جاء بالغلطة ومكانتش تقصد لأن وسائل تنظيم الأسرة كمان مش بالضرورة الستات تقدر تحتملها فترة طيب بتتعب نسبيا من استخدامها بتبطلها بيحصل حول طب حضرتك بتتكلمي لو هي الستة أصلا عايزة تنظم الأسرة أنا بتكلم حضرتك في هدف وأنا سفرت الريف كتير وأزعم أن أنا يعني اختلطت بالناس اللي هي بتقول أن الولد رز طب أنا أغير الثقافة دي إزاي يا جماعة هو ده لب الموضوع ومشكلة أن هما دول يعني خلينا نعكسها بقى يعني إحنا دايما بنقولي أنه إزاي أخليهم يفكروا أنه الولد مش هو طب لأ أنا إزاي أخليهم يفكروا أنه البنات حاجة مهمة جداً رزق كبير ما بيشتغلوا بيحققوا نجاحات كبيرة أكيد بعضا ما يتخرجوا من مدرستهم وجمعين شوفوا الإجابة عن السؤال حضرتكم بتطرحوه ده واضحة جداً وظهرة جداً في المقارنة بين المناطق اللي بتزداد فيها عدد المرات الإنجاب عن المناطق اللي بتقلي فيها عدد الإنجاب فأنت لازم تسأل ليه مثلاً المواطن المدينة عنده خيارات مختلفة في قرارات الإنجابية تختلف عن المواطن في الريف لأن بتاع المدينة ده بيحصل على قدر أكبر من التعليم استقرار وظيفي إلى حد ما عنده أمان اجتماعي أكبر وبالتالي ما بيحسش أن العيال عزوة ومصدر للرزق ووووك بل بالعكس ممكن يكونوا يعني عبق على الأسرة وبالتالي بيختار اتنين كفاية لكن كل ما بتزيد معدلات الفقر كل ما هي بقى يميل أن العيال دي تبقى أرزائية ويساعدوني وعلى الأقل أنا مليش معاشات أهو يشيلوني يشيلون موم والكلام من ده بقى إحنا محتاجين نمشي بيجوزهم بشكل بشكل يعني بجوز 16-17 سنة بالزبط بقى على مش عارف 40 سنة بيبقى عياله دول بيبقى جد هو عنده 40 سنة طبعا فأنا ممكن يكون عندنا ثلاث محاول رئيسية نشتغل عليهم مصر وممكن تحقق قفزة ملموسة مع الوقت لأن المسألة دي مش هتتحل في ليلة وضوحة أولا محتاجة طبعا تفضل دايما بتشتغل على الحقول الاجتماعية أو الوضع تحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية تعليم صحة هيفضل دايما محتاجة تشتغل أحسن من كده عليها وتنفق يعني تديها أولوية انفاق حسن من بنية بادرسية حسن من صحة لشان كل ما بتتعلم كل ما بتقترق تيارات مختلفة تمام اتنين إن لازم تشتغل على فكرة المشاركة المجتمعية إنك تشغل الطاقة الشبابية الكبيرة لأن الهرم السكاني بتاعك في حوالي تلتين شباب يعني برضو ربنا ما بيضلمهاش في كل حاجة فبيديك نسبة كبيرة من الهرم السكاني بتاعك شباب من الكنسين دولا محتاجين يشتغلوا في أنهم يكونوا قواطر للتنمية بذلك ده عايزة أسأل حريك في السؤال ده ليه ليه خاصة إحنا عندنا دلوقتي تحديين أو التحديين إحنا عندنا بالفعل existing رقم أو رقم بالفعل موجود وعندنا التحدي التاني هو أن إحنا نشتغل على المفهوم أو على الثقافة خليني أقول إزاي الدولة المصرية النهاردة يمكن تستغل الرقم الكبير الموجود وهو 105 مليون مواطن كقوة بشرية للإنتاج وهو ده اللي الرئيس دايما بيقول ودي فكرة جيدة جدا أولا في حاجات ممكن تعمل يعني مثلا لما أنا عندي مشكلة في البنية الأساسية للتعليم أنا ممكن أشتغل مثلا على المدرس المجتمعية كوميونتي سكولز إنك إزاي تعمليه ترجعي تالي فكرة مدرس الفصل الواحد وتعيدي من تقرارها فيبع عندك معدلات من التشرب دولة تمسكيهم بشباب خريج من كلية التجارة من كلية الأداب ويبتجي هو اللي يعلم مثلا 15 ولد جديد وبنت في الريف وهكذا ويتكرروا وبالتالي فكرة المدرس المجتمعية فكرة جيدة فكرة المدرس الفصل الواحد ممكن تمشي جنب المسائل دي فكرة القوافل الغير رسمية من التعليم غير الرسمي بمعنى إن مش بالضرورة تدي له تعليم يحصل بيها على شهادة لكن لازم تمنحي ما تخلهش جاهل يعني ما تخلهش مواطن مظلم الرؤية خلاص في الأجيال الجديدة في الأطفال واليافعين تحديد فممكن تعملي قوافل من التعليم غير الرسمي زي تقولي كده بتعرفيه أبجديات مهمة إنه هو يبقى عارفة على مستوى الصحة أو على مستوى التعليم والمعرفة الأساسية مهمة كمان تشتغلي على الحاجات اللي فيها علاقة تسقيف رقمي يعني الشباب اللي في الجامعات دول ممكن يتعمل لهم عدد من التطبيقات اللي بتديهم معرفة على طول حول الصحة الإنجابية وزيادة السكانية ومتفاصيل عن المحافظات بتاعتهم فيبتدوا يبقى عندهم برضو لازم تعرف أن نوي من بعيدا عن يعني مش ممكن تشتغل أو تحسن الوضع بعيدا عن تحسن الوضع الصناعي تحديدا من هي تحول الريف إلى مناطق زراعية صناعية الله ينور عليه يبقى أنا كده استفدت من السكان بدل ما هو ما نقمى بقوا نعمة من سيناريو الصين وعايز أقول لحدهم لما بيدخل المواطن والمواطنة المصرية في إطار العمل في إطار الصناعة تحديدا وتعودوا على أنه يبقى عنده سيستم في اليوم مختلف غير زراعة ده مش يوم وليل دكتورات خلينا نحرجك وقرر لجنة القضايا السكانية في الحوار الوطني بالتأكيد طرحتوا هذه القضية واستمعتم إلى الكثير من الخبراء والخلاف هل في تحديلات تشريعية يمكن أن تضبط هذا الإقاع كما فعلت الصين طفلين حياخدوا دعم التالت مش حياخد هل فيه شكل من أشكال أنا أقول لحد أولا الدستور بتجيلك مدى الـ 41 من الدستور بتقولك أن مصر ملزمة بأنها تضع برنامج سكاني برنامج سكاني متكامل يعني بداية من تشريعات وصولا لخدمات يعني حاجة متكاملة وشاملة هل ممكن نعمل قوانين إلى حد ما تميل يعني هنسميها مجازا إلى سياسات عقبية ممكن تستخدم بدل السياسات العقبية دي سياسات تحفيزية بمعنى لأن أنت تعدادك العالي مش هتكسب كتير لما تخليه ما يدقلش الولد التالت المدرس هيزود لك عدد عفوا الجهلة لكن تقدر تعمل إيه؟ تقدر تقول أن الأسر التي تقدر تكون طفلين أنا هدي منح زيادة الأسر التي تقدر تبقى طفلين أنا هدي منح في تعليم جماعي للعائلين دول الأسر التي تقدر تبقى طفلين أنا هدي فرص للتوظيف في حتة معينة فتبقى بتخلق له طموح إنك لو التزمت بسيسات التفلين هو نموذج الأفضل. هو أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل. بلديل أنا عن إن أنا أقوله أنا مش هعلم لك التالت ومش هتعام لك التالت. ومش هدعم التالت. لأن ده هيبعيب في الآخر عليك تمام. موجود. مش هيروح في حتة يعني. بالزبط. لو الثقافة موجودة مش هغيروها. لكن هل ممكن تعملش تعملش تشريعات تحسن هيكلة العمل على القضايا السكانية؟ تقدر تعمل استقلال المجلس القومي للسكان زي ما عندك استقلال المجلس القومي للمرأة أو استقلال المجلس القومي لحول الإنسان. طبعا المجلس القومية دي قواطر متخصصة. تعمل شغل على الأجندات بتاعتها بدل من تسايح في الوزارات. يعني قضايا السكان حوالي ست وزارات وست أجهزة الدولة بيشتغلوا عليها. في الآخر أنت ما بتعرفيش. عفوا أنت حاسب حد. مش عفوا المفروض اللي إحنا ما نعطى زش عربه حاسبة. ما بتعرفيش مين يعني في الآخر برضو مزارة الصحة والسكان. قضية السكان مش قضية صحية بس. قضية السكان قضية اقتصادية واجتماعية وصحية وإعلامية وصطفية وتنموية. فهي وضعها أبعد من مجرد أنت أخدت الحبة النهاردة ولا لأ. حطيت الكابسولة تحت الجلد ولا لأ. لا موضوع أكبر من كده وبرامج تنظيم الأسرة محتاجة تفرغ أكتر. أنا متعالي أنه قوانين كمان أنه مهمة جدا جدا أنه زي بحضرتك قلت أنه نحن نحفز العائلات أنه كفاية طفلين جدا. لأنه النهاردة أنا كلنا عندنا احتكاك مباشر ببعض الناس اللي عايشين في قاهرة من الأقليم. عندهم الفكرة بتاع المشكلة يعني. كتير أو بنسمع العائل جي غلط. كتير أو بنسمع عزوة. كتير أو بنسمع أصلا أن أخليفها بنات عايزة ولد. وإحنا مرتجعين نرجع تاني الإعلام اللي قادر يتكلم عن القضايا المسكوطة عنها في قضايا الصحة الإنجابية. لأن إحنا ما بنتجيش يعني إحنا لما بنتكلم عن التوعية أنت ما بتعمليش توعية حقيقية في القضايا المسكوطة عنها. يعني لما هي تتوقف عن الوسيلة لازم نعرف هي توقفت ليه. لما يبقى في مشكلة في وسيلة معينة نعملها شيفت على وسيلة تانية. صحيح. لما نكلم الستات والرجال على وسيلة. مش لازم هي اللي تنظم طول الوقت لو هي تعبت ما ينظم هو. بنعول عليكم في الحوار الوطني أنكم تطلعوا بقرارة. بنعول عليكم في زيادة السكرية. لا لها في الحوار الوطني. لا تعويش على الستات أكتر من كده. والله يعني. مستنين منكم إجراءات تنفيذية. مستنين منكم اقتراحات بقوانين. مستنين منكم شكل من أشكال الحلول الغير تقليدية. اللي فعلا تواكب العصر. أعتقد برضو أن زي ما في ناس شايفة أن البيادة السكانية. يقصنت نقمأ في ناس شايفها نعمة. أنا متفق مع السيناريو الدكتورة. اللي قالته أننا نبني مصانع في الريف. ويبقى فيه عندنا نهضة صناعية. ونستفيد بكل عنصر. وأعتقد أن هذا توجه برضو من الدولة. بس أعتقد برضو سيأخذ سنوات طويلة. طبعا. وهي في حلول استراتيجية. وهي حلول متواصلة. وهنعول على المشاركة المجتمع. سأشكرك دكتورة نفينا عباد. مقرر لجنة القضايا السكرية. بالحوار الوطني. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. اشتركوا في القناة